قال المدير العام لمنظمة صحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس إن تفاشية جدري القردة سريع الانتشار يمثل حالة طوارئ صحية على مستوى العالم وهو أعلى مستوى تحذير للمنظمة وحتى الآن تم الإعلان رسميا عن تسجيل أكثر من 160 ألف حالة إصابة بجدري القردة في أكثر من 60 دولة بالإضافة إلى خمس وفاقات في أفريقيا تقييم منظمة الصحة العالمية هو أن خطر الإصابة بجدري القردة عالمي وفي جميع المناطق باستثناء المناطق الأوروبية حيث نقيم الخطر على أنه مرتفع وهناك أيضا خطر واضح لمزيد من الانتشار الدولي على الرغم من أن خطر التأثير على حركة السفر الدولية لا يزال منخفضا لدينا تفشي تشر في جميع أنحاء العالم بسرعة من خلال طرق انتقال جديدة لا نفهم عنها سوى القليل جدا ولجميع هذه الأسباب قررت إعلان تفشي مرض جدري القردة على أنه يمثل حالة طوارئ للصحة العامة تستحق الاهتمام الدولي